موسيقى الى تطورات ملف الازمة الروسية الاوكرانية حيث افادت شبكة سي ان ان الاخبارية الامريكية بوصول مجموعة تضم 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى العاصمة الاوكرانية كييف تمهيدا لزيارة مرتقبة الى محطة زابورجيا النووية هذا ويترأس البعثة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي لتفتيش المحطة وتفقد الوضع هناك وصلت تبادل الاتهامات بين روسيا واوكرانيا بالتصعيد حولها اعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوفا عن امله في ان تمضي زيارة مقررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى محطة زابورجيا النووية ومشيرا الى ان الزيارة في مصلحة روسيا قال بيسكوف ان موسكو تأمل في ان تتم الزيارة على النحو المتفق عليه وقد اتهم بيسكوفا الجيش الاوكراني بقصف مستمر لمحطة زابورجيا النووية ودعا الدول الاوروبية وبريطانيا لاستخدام نفوذها في كييف لمنعها من مواصلة هذه الاعمال اكد وزير الخارجية الاوكرانية ديمتري بيسكوفا ان المهمة التي تبدأها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابورجيا للطاقة النووية هي الاصعب في تاريخ الوكالة وذلك بسبب المعارك الدائرة التي تدور على مقربة من الموقع جاءت تصريحات وزير الخارجية الاوكرانية خلال زيارته الى استقرال دون مبالغة ستكون بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستزور زابورجيا هي الاصعب في تاريخ الوكالة وذلك بالنظر للانشطة القتالية الدائرة في المنطقة ان اوكرانيا تتوقع من البعثة توضيحا جليا للحقائق بشأن انتهاك كافة البروتوكولات النووية والمتعلقة بالسلامة النووية نحن نعرف ان روسيا لا تعرض فقط اوكرانيا وانما ايضا العالم باسره لخطر حادث نووي سيتعين على فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يوضح الحقائق ونحن في انتظار النتائج تدور معارك عنيفة في جنوب اوكرانيا حيث تشن قوات كييف هجوما مضادا املا في استعادة مدينة خرصان من القوات الروسية يأتي هذا فيما قالت روسيا ان القوات الاوكرانية قصفت مبنى لتخزين الوقود بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية زابوريجيا وخيرسون وميكولايف ثلاثة عنوين بارزة لمستجدات الازمة الاوكرانية وحديث الساعة بين موسكو وكييف وعواصم العالم التي تراقب تطورات الصراع زابوريجيا تلك المنطقة التي تضم اكبر محطة نووية في اوكرانيا واوروبا لا زالت احد العنوين الرئيسية للازمة وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين الاساسيين روسيا واوكرانيا وفي احدث التطورات اتهمت موسكو القوات الاوكرانية باصابة مبنى تخزين الوقود النووي خلال قصفها للمحطة النووية وتقول روسيا ان الاوكرانيين يريدون تنفيذ عمل ارهابي في المحطة يسفر عن تلوث اشعاعي في المنطقة ويصيب اوروبا بينما يرد الاوكرانيون بان روسيا تحاول ابتزاز الغرب اما خيرسون تلك المدينة الاوكرانية الواقعة جنوبية البلاد فتشهد معارك كثيفة بين القوات الاوكرانية والجيش الروسي على وقع هجوم مضاد تشنه كييف وتم الاعلان عن تدمير عدد من مخازن الذخيرة التابعة للجيش الروسي فضلا عن تدمير كافة الجسور الكبرى التي تسمح بعبور الاليات نهر دينيبر وهذه المنطقة حيوية واستراتيجية للزراعة الاوكرانية لانها تقع عند الحدود مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في مارس من عام 2014 موسكو اكدت انها افشالت الهجمات الاوكرانية في منطقتين خيرسون وميكولايف ويتعذر التحقق من التأكيدات الاوكرانية والروسية من مصادر مستقلة نحو مائة يوم على اندلاع الازمة الاوكرانية الروسية ولا يزال الصراع مستمرا ما بين محاولات روسية لتحقيق اي انتصارات على الارض واستماتة اوكرانية في مواصلة الصمود بينما العالم يدفع ثمنا باهظا لتداعيات هذا الصراع دعا رئيس الاوكراني فولودامير زلانسك القوات الروسية للفرار من مواجهة قوات بلاده في مدينة خيرسون وتعاعد زلانسك بان تلاحق القوات الاوكرانية الجيش الروسية حتى الحدود تقوم قواتنا المسلحة والمخابرات بعملها انا متأكد من انكم جميعا تفهمون ما يحدث وما الذي نقاتل من اجله وما نسعى اليه اننا عازمون على استعادة خاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وايضا شبه جزيرة القرم سيحدث هذا هذه اراضي اوكرانية اي شخص يريد ان يعرف ما هي خطتنا بالتأكد لن تسمع تفاصيل من اي شخص مسؤول لان هذه حرب لكننا عازمون على استعادة كل اراضينا قتل ما لا يقل عن خمسة اشخاص وجرح سبعة اخرون في قصف روسي على وسط خاركيف في شمال شرق اوكرانيا وفقا لما اعلن رئيس بلديتها وحاكم المنطقة يذكر ان خاركيف تتعرض بانتظام لقصف القوات الروسية والتي لم تنجح في الاستيلاء عليها وتقع المدينة بالقرب من الحدود الروسية وكان عدد السكان فيها يبلغ نحو واحد واربعة من عشر مليون نسمة قبل الهجوم الروسي على اوكرانيا اعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جازب بوريل ان وزراء دفاع الاتحاد الاوروبي قد يتفقون من حيث المبدأ على تشكيل قوة تدريب ودعم اوكرانيا جاءت تصريحات بوريل خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الاوروبي في براغ وتقوم العديد من دول الاتحاد الاوروبي بتدريب القوات الاوكرانية بشكل فردي لفترة من الوقت مما يمكنها بشكل اساسي من تجهيل الاسلحة التي تقدمها الدول الغربية الى اوكرانيا لمساعدتها في قتالها ضد روسيا قالت توزارة الدفاع الروسي ان الجيش الروسي وجه صعوبة كبيرة في تجنيد متطوعين للمشاركة في العمليات العسكرية في اوكرانيا اوضحت الوزارة ان المجندين الروس الجدر غالبا ما يكونون في حالة بدانية سيئة ويفتقرون كذلك الى التدريب كان الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين قد امر الاسبوع الماضي بزيادة عدد القوات المسلحة الروسية بنسبة 10% اي بما مقداره 137 الف جندي بحلول يناير القادم رجحت الاستخبارات البريطانية ان تكون معظم الوحدات الروسية في منطقة خراسون الاوكرانية تعاني من نقص شديد من عدوى ونقص عددي وتعتمد كذلك على خطوط امداد هشة عن طريق العبارات والجسور العائمة عبر نهر دينيير ومن جهتها رجحت وزارة الدفاع البريطانية تعزيز القوات في منطقة العسكرية الجنوبية لروسيا بمكونات من القوات بالمنطقة العسكرية الشرقية مشيرة الى ان دمج وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية والمنطقة العسكرية الشرقية يشير الى اعادة تنظيم مهمة لقوة الروسية في اوكرانيا قال برنامج الأغذية العالمية إن السفينة الثانية من المساعدات الغذائية الإنسانية منذ العملية العسكرية الروسية غادرت أوكرانيا متجهة إلى اليمن وترجعت صدرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الأزمة في فبراير الماضي لسبب إغلاق الموانئ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتم حتى الآن تصدير أكثر من مليون طن من المواد الغذائية من خلال مبادرة البحر الأسود والتي تمت بموجب اتفاق بين أوكرانيا وروسيا والذي توسطت فيه الأمم المتحدة اشتركوا في القناة